اشتركوا في القناة في تحقيق الامنيات بتاعتك في رزق جايلك في الفترة المقبلة ان شاء الله قولي الاحلام دي او قولي العلامات دي اللي بتدولي على قرب الفرج وعلى تغيير حياتنا للافضل بازن الله والعلامات دي من ربنا عز وجل مباشرة وهي رؤية الكعبة الشريفة الكعبة الشريفة من العلامات اللي بتدشر بالفرج ده ان هي بتوضح ان ربنا عز وجل بيطمنك بزوال الغم والهم من حياتك والحزن وان ان شاء الله هيتبدل حياتك للافضل بازن الله تشير ايضا رؤية النبي عليه افضل الصلاة والسلام ان الحالم هيرزقه ربنا عز وجل بخير وفرح في الدنيا وفي تغيير في حياته للافضل بازن الله ايا كانت الحال اللي بيمر بها يفسر ايضا الاعلامات ان رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام من افضل واعظم الرؤى حيث تدل على السكينة بتدل على زوال الكرب بتدل على اقترب الفرج الى صاحب المنام بتدل على تعقيق الامنيات اللي بيتمناها باذن الله ايضا من رؤية التدرع الى ربنا عز وجل في المنام من المنامات المطمئنة وبتبشر بالخير وبالفرح وبالسعادة الى حياة الحالم عبا في الله لو اي حد منكم تشاف رؤية من دول ياريت يكتبها لنا في تعليق اسفل الفيديو ان شاء الله ويبشرنا ويعرفنا شاف كمان ايه عن النبي عليه افضل الصلاة والسلام اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتم بالفيديو وللقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله